السلام عليكم ورحمة الله اليوم ترسي رياضيات للصف الثالث متوسط رح نكملوا ياكم الاختبار القبلي صفحة 5 وصلنا هذي 13 يقول قارن بين الاعداد الحقيقية مستعملا الرموز اكبر او اصغر او يساوي هنا عدي 13 عدي جذر 5 مربع 2 1 على 3 رح نحله هنا يلا عيني اريد يستعمل اكبر او اصغر اللي هو النقطة 13 قايني جذر 5 و 2 1 على 3 جذر 5 يعني لما نريد نطلحها من تحت الجذر هي 2.2 خلي المربع نزله هذا لازم احفظها 2.2 الجذر 5 مولدها هسه هذا نقول 2 في 3 3 زائد 1 2 في 3 6 1 7 على 3 7 على 3 هذا 2 فاصلة يزل 2.2 7 على 3 رح اقسم هنا قسمة طويلة 7 على 3 7 على 3 يطلع لنا 2 2 في 3 6 هنا 1 10 و 10 و فارزة 10 تقسيم 3 بها 3 3 في 3 9 و يبقى 1 المهم يطلع لنا 2.3 لحد هنا 2.3 زين يا هل اكبر 2 2 10 لو 2 3 10 اذن 2 3 هذا الاكبر نقول 2 و 2 نقول اصغر من 2 3 اذن من الاكبر هذا 2 3 10 هذا هو الاكبر هاي 13 ناخذ 14 14 قايل لي 1.25 وجذر 2.25 يلا عيني هسا هذا الواحد 1.25 ينزل هذا المربع ينزل هذا 2.25 احولها الى كسر عشري يعني عليها من على 100 لان هي 25 بالمية 25 اذن على 100 هنا نقول 225 و 20 225 على 100 و يساوي انه نقول 15 على 10 15 على 10 هذا الـ 15 على 10 لازم نخليها يعني بما ان بالمقام الصفر نخلي 1.5 اذن هذا 1.25 بالمية مربع صار 1.5 من الاكبر هذا الاكبر قول هذا الاكبر اذا نقول 1.25 اصغر من 1.5 هذا الـ 14 اذا ناخذ الـ 15 الـ 15 هنا نحله لانحله قصير الـ 15 قال لي صفر على 3 جذر صفر على 3 وهنا صفر على 6 جذر اي بسط صفر أي بسط العدد صفر اذا كل صفر يعني هذا صفر وهذا صفر اذا اثنين هتون شبيه بالساويات وانا وصلنا الجذر الجذر 5 احنا اخذناها 2 و 2 و الجذر العشرين 4 و 4 هذا لازم حفظ نحفظ من يعني نشيل الفوارز نقول 34 على 17 هذا 34 على 17 يعني كيف كم طريقتين تبدون 34 على 17 هي الـ 2 و 22 على 44 0.5 لما نريد نقسم هذن قسمة طويلة لما نريد نقسم هن اذا هاي 2 وهاي 0.5 اذا من الاكبر هذا الاكبر هذا يعني اكبر من 0.5 هذا 16 زين هس شعندي وين وصلنا الـ 17 رتب الاعداد من الاصغر الى الاكبر جذر 7 2 25 وجذر 5 رح ناخذ الـ 17 و الـ 18 ونختم المحاضرة وانشاء المحاضرة اللق نكمل بقية هس الـ 17 يقول رتب الاعداد من الاصغر الى الاكبر عدي جذر 7 و 2 25 بالمية وجذر 5 يريد من الاصغر من الاصغر الى الاكبر يعني شنو التصاعدية من الاصغر الى الاكبر الجذر 5 اش قد تقريب مالتها هو شي تقريب مالتها 2 2 2 هعيني والجذر 7 اش قد 2 point 6 2 point 6 هعيني زين احنا لما نريد يعني بما انه اصغر راح نقدر نخلي يعني عدد فنخلي 3 وهنا ايضا نخلي 5 هعيني يعني نقدر نخلي 5 وهذا هو مطينا 2 point 225 بالالف خلينا نشوف ياه الاصغر هو يقول رتب الاعداد من الاصغر الى الاكبر يعني تصاعديا الاصغر ياه هو خلينا نشوف كل هين اثنين هاي اثنين وهاي اثنين وهاي اثنين وهاي اثنين وهاي ستة وهاي اثنين يعني ياه الاصغر الاصغر هو جذر 5 الى الاثنين اذا نقول جذر 5 وبعدين اثنين point 225 بالالف واخر شي هو جذر 7 هذا الترتيب صار هاي الـ 17 بقتلنا الـ 18 الـ 18 رتب الاعداد من الاكبر الى الاصغر هذا يريد تنازلية من الاكبر الى الاصغر الـ 18 يقول من الاكبر الى الاصغر عدي سالب 3 و 1 على 5 وسالب 7 على 3 وسالب 3 و 33 و 30 بالمية هذا الـ 18 يريد من الاكبر الى الاصغر يعني شنو يعني تنازلية هسه نقول هذا جذر 3 و نقول سالب 7 والمرة ناخذ سالب 7 على 3 التقريب مالتها سالب 2 فاصلة 3 هعيني وسالب 3 و 1 على 5 التقريب مالتها سالب 3 و 2 وهنا هو مطينا ياسا سالب 3 و 3 و 30 زين خلننشوف من الاكبر من الاكبر دائما الاعداد السالبة كل ما تبتعد عن الصفر تكون اصغر اذا الترتيب يا هو اول مرة هذا باعوا هذا سالب 2 نحن كل هنا هذا سالب 3 وهسا سالب 3 اذا يا هو سالب 2 و 3 يعني نقول هذا الاكبر وبعدي الاعداد السالبة كل ما تبتعد عن الصفر تكون اصغر وبعد سالبة 3 و2 واخر شي سالبة 3 و3 و3 يعني هذا من الاكبر الى الاصغر شوفوا هذا معدد اكبر صار اصغر لان عندنا السالبة كل ما تبتعد عن الصفر تكون اصغر هاي عيني تكملات تمارين الاختبار القدلي صفحة 5 وإن شاء الله المحاضرة اللخ نكمل البقية وبالتوفيق